سيجي نبدأ كده مع ماهي ونشوف على طول يلا بينا بحلوة بتجيزين اللي هنعمله بقى ده للنهار وحاجة بسيطة كده ولا للمناسبة لا المفهود هنعمل صهرة يعني أنا عملت الماهي قبل أجي آف هنا قبل الحلقة حطينا الرموش عملنا الحواجب حطينا بس التنوير اللي تحت الحاجب وفي الانر كورنر بتاع العين أنا عايزة وريكوا الألوان المضح نتكلم النهاردة عن صهرة مش عن ديلي ميكب ده مهم سعادة البنت الزنق في مناسبة ومعنداش حد يعملها الألوان دي يعني أنا عايزة وريها لكم الألوان دي المودة قوي شاف كده بينا طفة هي دي الألوان المودة قوي ما بقاش المات بقى لا ما بقاش المات المادة في حالة النهو ميكب ميكب ده كده كده تريند طول العمر ده عمره مايروح عليه زي شبه اللي أنا عاملاه كده النهاردة نازل عادي طبيعي المات بيبقى مناسب لكن السنة دي في العين بجد أكتر حاجة موضة الجليتر المتالك الجلوس في الروج البيز أصلاً يبقى كله دوي ويبقى كريمي مايبقاش المات المات مات مبقاش مات مش هنعطالك طبعاً يا كلمينة كنتي من قدبك طبعاً متلفلنا بيش هتكلمينة وانتي شغالة مع بعين ميش مثلاً احنا ممكن نحط النهاردة بيربل بصي الألوان المتالك بتبقى ايه ده عاملة ازاي مش مش بليتر دي دي متالك انا هحطها بإيدي وهي عادة الناس مش فهمة اللقطة دي بتحطها بالفرشة كله وهاعمل بلند دلوقتي بفرشة الناس بتحطها بفرشة وتلاقي اللهم ما بتحطش معاها وبتحط كل العين يعني هالصح؟ هعمل بلندنج دلوقتي لا الجفن المتحرك اه وبعدين بالفرشة نحط المدرسة اللي هنحط الآيش هادو الاول بعدين نعمل اه ايوه اه من زمان قوي يعني من اول ما بدأت دي مدرسة شاطرين ده دول الشاطرين اه شاطرين اه شاطر زي البطاير كده لأ والله الشاطرين اه يعملوا العين شاطرين صح؟ آآ يعني بعكسك يا مها تتعامل إليك عايزين أنا من زمان قوي بعمل حركة دي كتن ناس لسا بتتخض لإنها بتشوف شكلها مش حلو آآ بس إحنا عايزين الكاني هلا تروحي هناك كده عشان الكاميرا بتاعتك في ظهرك هاي هنا؟ يا كده يا كده الكاميرا أجيزين؟ أيوة من ناحية تانية كمان من الجنب كمان خشي كمان أيوة ينفع؟ ينفع آآ شايفة؟ آآ شايفة بصوا هي جفناها صغير فأنا محتاجتش أعمل ألوان انتقالية طبيعي في الأول بأخذ حاجة مثلا زي كده زي دول البجات الفتحة اللي فوق قبل ما أدخل على اللون الأساسي اللي تحت أنا دلوقتي أعمله عادي في النص أهو فهدخل الدنيا في بعض بين اللي كان فتح تحت الحاجب وبين اللون اللي تحت بتعمل الميكس بي بالزبط بس هي أصلا ما عندهاش مساحة وممكن بدل البربل يبقى أزرق أو آآ ممكن جد نحط أزرق دلوقتي نحط ينفع على البربل آآ ينفع بصي طب هل مطبف برؤون مع الأزرق نهال يعني آآ حلو طب رويل بلو تبصوا يا جماعة تطمع الحركات دي والأخدر موضة احنا عايزين المصل الخضرة كلها ده بلو وأخدر مع بعض الله مع البربل مع كله دي بقى دي بقى موضة قوي السنة دي موضة جليترز في العين أو شمر أو متالك بلا تحديد بلا خطوط ومع أي لون فستان ولا لا حسب اللبس طبعا يعني المباتل دي أنت بتعمليها أو المتالك ده أيها بمشي مع لون فستان اللونه إيه اللي أنا بعمله حسب اللون لو هي مثلا لبسة حاجة فيها جرين حاجة فيها بيربل حاجة فيها بلو أو أسود حتى أو أسود سادة أو أتي بقى نود سادة خالص أو أسود وتعملي الألوان الصاريخة دي هي موضة سنة دي أورنج بينك وكل العين يعني فوقه تحت طيب سؤال بقى الألوان دي بتليق على كل ألوان البشرة أو البيضة بس مثلا لا بصي بقى هنا ما في حاجة اسمها أندرتون يعني لو كانت بشرة كورم أو كول دي طول شرحه شوية يعني أندرتون الأندرتون اللون الخفي اللي تحت الجلد يعني أنت سامرة وفي حد تاني أسمر بس هي واحدة على جري سامرها واحدة على أورنج بيتشي ده بتعرفين من الفينز هنا يعني دي الطريقة اللي احنا نشوف بي يعني أنا هنا أخضر يبقى أنا وورم أندرتون أنت إيه أنا مش عارفة شوفي عروقك مخضرة آه وورم آه في ناس لو عملت كده ممكن نشوف عندها آه بصوا على بيربل وبلو شوية آه حاسين أيها الخضار مش صريحية يعني ما تجرب اللون نجربوا هنا عندما تقتل لأ بتشوفي عروقك بتشوفي اللون بتاع عروقك أيوا ماشي اللون عليها عليها لأ مالوش علاقة أنا بشوف الاندرتون بتاعك إيه أوكي فاهم أصلي أخطر بقى زي الألواج خلاص أنت لو أنت وورم أنا لسه كنت هشرح لك لو أنت وورم أندرتون يبقى دائماً هتليق عليك الأورنجات الفوشيات الأحمرات آه لو أنت كول شوفي اللون شوفي اللون شوفي اللون شوفي بصي لا لا هتشوفي بصي يا مونا ده بيبقى مؤشر أكتر اللي أنت بتشتري الفونديشن بتاعك إيه عشان ما يقلبش الجري ده مهم هو ده الأساس بتاع الموضوع ده آه إنت لو أنت وورم يبقى هتجيبي الألوان الورم والنيوترل والكلام ده لو أنت كول يبقى هتجيبي إيه الألوان اللي بتناسب الكول الأزرقات الجريهات درجة الفونديشن راح على أصفر وأورنج ولا رايح على بلوهات بينكات آه أنا بينكات بالضبط كده حسب بقى اللي بقولك اللي بيحددلك الموضوع دوت الأندرتون بتاعك اللي بتعرفيه منين بتعرفيه من الفينز بتاع بتاعت الإيد ده أغذي أسهل اختبار يعني الموضة بالحواجب برضو في ناس رجعت تتخل حواجبتين موضة الحواجب السنة دي كلها الطبيعية البوشي الفوق كده متصرحة أو لو مش حبها متصرحة الفوق هيري يعني هترسميها ترسميها بالشعر برض شعر بشعر ما تتقفلش بقى البوكسي بتاعت زمان دي لأ خلص دي خلاص من زمان يعني دلوقتي احنا حطينا الشعر وده كده احنا طبعا ما عليش بنستعجينك عشان نفس الوقت بيجري الوقت بيجري هتحطي بقى كونسيلر ولا هتحطي نفس اللون بس اللي حطيته فوق بصي فوق بصي فوق شايفين اه ده بلون ايه نفس البربل بس هو هولوجرام هو بيدي بون نيو بيربل بيتحرب انا اقصد حاجة سريعة وفي نفس الوقت تحضري بيها حفلة وتبقى عاملة فول ميكب وصح اه بصي فوق طب هي هترجع تعمل الفينيش باودر بقى تحت ده انا لسه ما عملتش اي حاجة في البيس خالص دلوقتي انا هبدأ هنسيبك مش هنتكلم كتير عشان نشوف بقى نكمل اسألي هقول انت عايزين انا معي هقولك وانت بتشتغلي طبعا طبعا يا مفروض تكون مرتبة والشاه يا جماعة اهم حاجة ترتيب الترتيب مهم البرائمر اللي قبل الميكب كمان بيثبته قوي لو عندها صهرة ترتيب والبرائمر وممكن ساتينج سبري في الاول ممكن ساتينج سبري البرائمر ده حاجة شففة بس بترطب برضو بتثبت الميكب بشكل كبير الالوان انتي قلتنني الالوان اللي هي الجليتر او الميتاليكس هي طارع موضة في الشتاء قولنا بقى كل الوان موضة عشرين عمومة للصبح والبالليل ماشي مع العربيات برضو موضة الصبح دايما يا جماعة بنلعب على البيز ان احنا نعمل البيز وما نعملش اي الوان في عندنا اصلا غير النودز والالوان الترابية وهي برضو موضة قوي ممكن نلعب بنا احنا نحط اللاشز البسيطة الخفيفة في الكورنر في الطرف بس ممكن ما نحطش خالص وتبقى مسكرة بس البيز اللي عملي البيز والفونديشن والدرجة المناسبة ليكي مش بزيادة الميكب يعني محطتيش بالزبط كده ما هي دي بقى تضبيط لون الفونديشن ده اللي قصد به الاندرتون انك تبقى عارفة اللي قدامك الاندرتون بتاعها يعني ده مش لون بشريتها ده اغمق سنة بيبقى احلى واشها حطينا الفونديشن انا طبعا بعمل بسرعة وطبقة خفيفة احنا قدامنا تنجز فيهم جدا بعد كده حط الكونسيلر هي ما عنداش سواد تحت انها قوي فما حتكتش عمل تصحيح ب لوド اشتركوا في القناة